شاهدين مخبأ جديد للقطع الأثرية القديمة في موقع سقارة الأثري جنوب القاهرة أعلنت عنه بعثة الآثار المصرية والأجنبية في المنطقة توابية تماثيل برونزية هي الأحداث في سلسلة من الاكتشافات المتتالية في سقارة مقبرة العاصمة المصرية القديمة منفس المدرجة على لائحة التراث العالمي من بين 150 تمثالا برونزيا ومطعا هاللثام في أحدث المكتشفات في سقارة عثر على تمثال أم حوتب رائد الهندسة المعمارية في العالم القديم الكشف اللي احنا شايفين قدامنا ده بعد بضع ساعات هيتنقل على المتحف المصري الكبير الحدث الهام جمع وسائل الإعلام لأنه يعني أن البعثة الأثرية اقتربت من تحقيق هدفها بعد أربعة مواسم من الحفريات في المنطقة للعثور على مقبرة أم حوتب طيب فيه كمان تمثال النائحات تمثالين دولة روعة تمثالين دولة احنا أول منزلنا في المكان وبصرينا عليه أنا عايز أقول لحضرك أنه كان فيه رعب لأنه النفس الواحد مننا كان بيحرك طبقة البلاستر اللي على الوشي بتاعة الوشي المذهب ده كان كله طارد من على الخشب فده النفس بس كان بيحرك طبقة البصري ده فده كان رعب بالنسبة لي ده كان أكبر تحدي بالنسبة لي سقارة مخبأ أثري لا ينضب أخرج منه هذه المرة 250 تابتا خشبيا تعود إلى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد وخلافا للممياوات عثر على بردية مختومة لم يمسها أحد بطول 9 أمتار يرجح أن فيها فصولا من كتاب الموتى علم المصريات وجميع علوم الآثار تتيح لنا فهم ثقافات المختلفة والطرق المختلفة لوجود حضارة الإنسان في العالم من وجهة نظر أوروبية إنهم يختلفون عنها بطريقة فهمهم للحياة وهذا أمر جيد جدا لفهم العالم كلما حفرت الأرض ازدادت كنوز المتاحف المصرية ومنها مؤونة متحف كبير سيفتتح قريبا ليضم التوابط المكتشفة في سقارة مقبرة العاصمة المصرية القديمة منفس أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ينضم إلينا مشاهدين من إسطنبول سيد حسن دقيل الباحث والأكاديمي المتخصص في الآثار سيد حسن أهلا بك معنا في شبابيك والتلفزيون العربي حدثنا عن هذا الاكتشاف لماذا هو مهم أيضا ما الذي يميزه عن اكتشافات سابقة وخصوصا في نفس المنطقة منطقة سقارة أهلا وسلم بحضرتك أهلا بك يعني هذا الاكتشاف بالفعل هو من الأهمية بمكان ونستطيع أن نقوله كشف وليس اكتشاف يعني لأنه عبارة عن خبيئة خبيئة كانت موجودة هذا التجميع كان موجود بالفعل ولكن تم الكشف عنها في الوقت الحالي لكنها هي بالتأكيد مجمعة منذ قرون طويلة مجمعة بهذا الشكل هذه السنة أو هذا الموسم يعتبر من الأهمية عن الأعوام السابقة لأن هذا الهدف هذه البعثة في الأساس كان هو الوصول إلى مقبرة إيمو حتب إيمو حتب كان شخصية كما قال التقرير شخصية عظيمة جدا في مصر القديمة كان وزير للملك زوسر وكان أيضا طبيب من الطباء المشهورين جدا في مصر القديمة هذه البعثة منذ بدأت في 2018 كان هدفها الأساسي الوصول إلى مقبرة الوزير المحط لكنها لم تصل بعد لأن في هذا العام عصرت جميل بما أنك تحدثت عن موضوع الكشف حسين عفوا بما أنك تحدثت عن موضوع الكشف وموضوع إيجاد القبر أيضا تم وصف بعدة أسماء بأنه أعظم العقول التي أنجبتها مصر عظيم الدنيا والعبقري وغيره من الأسماء هذه المهمة التي تحدثت عنها كيف ممكن أن تقترب بهذا الكشف؟ هذا الموسم لأول مرة يتم العصور على تمثال يموحد يعني كل الاكتشافات السابقة في خلال الأعوام الماضية تم العصور على تمثيل أخرى تم العصور على كنوز أخرى لكن لم يتم العصور على أي أثر يمس الوزير يموحد هذا العام رغم أنه تمثال الذي وجده بدون رأس تمثال الذي خصي محتوى من ضمن تمثيل برونزية التي تم العصور عليها هو تمثال محتوى لكنه بدون رأس لكن هذا يدل على أن الأمر قد اقترب يعني هذه المنطقة التي تم فيها تجميع هذه الكنوز بالتأكيد أن المقبرة تقترب أو هكذا تشير الدلائل يعني طيب الحديث عن هو موسم يختلف عن المواسم السابقة في هذا الموضوع صحيح طيب موضوع الكشف عن أوراق البردي المختومة التي لم يمسها أحد هذا الكشف يعني يقال عنه بأنه كشف عظيم يترتب عليه كثير تاريخيا ثقافيا طبيا أيضا لماذا؟ هل ممكن أن تفسر لنا أكثر؟ صحيح نعم يعني ورقة البردي هذه التي تم العصور عليها في داخل تابوت أو صندوق خاص بها يبلغ طولها تسعة أمتار لم يتم العصور على مثل هذه الأوراق البردي منذ مئة عام تقريبا في مصر حتى الآن هذه البردية لا تدل على أنها كانت طبية ربما تشير إلى شيء أخرى والمؤشرات المبدئية تقول نعم التوقعات يقال بأنها تحتوي على قصة من كتاب الموتى نعم من كتاب الموتى كتاب الموتى هو بشكل عام يعني عبارة عن أوراق شبيهة بهذا الأمر كانت توضع مع المتوفى في داخل مقبرته للاستئناس بها وهو ينتقل إلى الضار الآخرة هكذا كان في عقدة المصرين وقدماء هذه البردية تعتبر من البرديات ذات الأهمية الكبرى ولذلك حتى لو أنت نتابع الحدث منذ أمس أيضا تم تسمية هذه البردية تم تسميتها بردية وزيري كانت البرديات فيما قبل عندما يتم اكتشافها تسمى باسم مكتشفها لكن ليست دائما تسمى باسم المكتشف كانت تسمى أيضا باسم صارقة للأسف هناك برديات مصرية كثيرة صارقة منصر وتم تسميتها باسم صارقة الأوروبي وأيضا سميت بعض البرديات بالمتحف الموجودة بها الآن هناك مثلا برديات بروكلين برديات لندن برديات برلين من البرديات المصرية الشهيرة الموجودة في هذه الأماكن هذه البردية أطلق عليها الفائدة المرجوة منها حقيقة أنها أولا بوجودها بهذا الشكل الكامل يدل على أنها تم حفظها بشكل مهم جدا ورغم مرور تلك الأعوام الطويلة عليها إلا أنها حافظت على قوتها دليل مبدئيا على المهارة المصرية القديمة التي أثبتت وجود هذه الورقة ورقة بردية ظلت حتى الآن ثانيا أنها ربما لو سبت أنها تحمل نصوصا من كتاب الموتى ربما لا تقدم جديد من الأمور الأخرى مثل الأمور التربية أو غيرها من العلوم هناك برديات إذا كانت تحمل نصوص من كتاب الموتى لا أعتقد أنها تحمل أسرار هناك البرديات التي تحمل أسرار كثيرا هي البرديات الطبية أو البرديات هناك برديات جغرافية مصرية قديمة وهناك برديات حسابية تم العصور عليها في مصر القديمة لكن هذه البردية هي ميزتها أنها أطول بردية يتم العصور عليها منذ مئة عام يبلغ طولها تسعة أمتار وهي في حالة جيدة من الحفظ يعني هذه الميزة قد تكون الوحيدة لهذه البردية حتى الآن وربما يتم اكتشاف بعض الأمور الأخرى أثناء التحليل والترميم لها أشكرك جزيلا شكر من إسطنبول حسين قيل الباحث والأكاديمي المتخصص في الآثار شكرا جزيلا لك